طبعاً النحية الثانية ومباراة هولندا والإكوادور طبعاً مش عايزين نتكلم كتير على المباريات ولكن هولندا والإكوادور طبعاً مباراة يعني انتهت بالتعادل واحد واحد وهي النتيجة طبعاً اللي أنهت على أمال المنتخب القطري ولو ببصيص من الأمل في المباراة الأخيرة منتخب هولندا منتخب غير مقنع تماماً في بطولة كاس العالم منتخب خطف منتخب السنغالي كسب 2-0 المباراة الأولى ولكن النهاردة الإكوادور منتخب بيقول أنا منتخب جاي علشان أعدي لأبعد نقطة في البطولة أنا مش عايزة أقول لك ينافس في البطولة علشان ممكن الكلام ده ناس كتير تستغرب له ولكن جاي علشان يروح أبعد مكان في البطولة منتخب قوي منتخب شارس منتخب منظم منتخب حيخاف منه أي منتخب مهما كان اسمه لو واجه منتخب الإكوادور النتيجة يعني حنقول إلى حد ما عادلة وإن كان التفوق لإكوادور وكانت ممكن تخطف المباراة وزي ما بقولك هيشكل خطر كبير جدا منتخب الإكوادور على أي فريق حيلعبه في البطولة المنتخب الهولندي ما ظنش أن المنتخب الهولندي حتى لو عدى الدور الأول ما أعتقدش أنه هو ممكن يروح بعيد في بطولة قطر عشرين اتنين وعشرين لأن لا نقصه حاجات كتير جدا 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 مش ده المنتخب الهولندي اللي احنا نعرفه للأسف المنتخب الهولندي اللي موجود دلوقتي يعني شوية خبرات موجودة في خط الدفاع ولكن المنتخب الهولندي دلوقتي هجوميا لا بيعاني في النحية الأمامية أكيد أنه هو بيعاني للمنتخب الهولندي دلوقتي خلاص ما بقاش عنده فان باستن وما بقاش عنده نستر روي ما بقاش عنده بيركامب ما بقاش عنده خلت ما بقاش عنده ريكارد ما بقاش عنده إدجار ديفيدز ما بقاش عنده سيدورف لا 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 ما بقاش عنده شنيدر الأسماء اللي كل واحد كان يمشي فرقا لوحده ولكن للأسف دلوقتي الدنيا بالنسبة لهم صعبة جدا 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 دلوقتي كل واحد في المنتخب الولندي تحس ان هو يا دوبك قادر ان هو يمشي نفسه بس ولكن المجموعة والاسماء اللي قلتها لحضراتكم من شوية دي الاسماء اللي اتبنى عليها المهاجمين اللي كانوا من نص فرصة يجيبوا جون من نص فرصة يجيبوا جون فان باستن، استرروي، كلايفرد ناس في ثانية تجيب لك جون انما الكلام ده دلوقتي في المنتخب الولندي صعب جدا منتخب الولندي منتخب نقدر مالوش طعم واعتقد ان هو بالنسبة له الدنيا ستبقى صعب نشوف احصائيات مباراة هولندا والاكوادور هولندا استحوزت 54% وصدر 46% للاكوادور ورغم الاستحواز لهولندا ولكن طبعا كل الخطورة في المباراة لصالح الاكوادور زي ما اتكلمنا، تزديدات هولندا سددت تزديدتين وصاد 15% تزديد المنتخب الاكوادور تزديدات على المرمى من 1 على المرمى من 2 لمنتخب هولندا و4 من 15 لمنتخب الاكوادور ركنيات 2 لهولندا، 5 للاكوادور 505 تمريرة لمنتخب هولندا منها 418 تمريرة صحيحة مقابل 411 تمريرة للاكوادور منهم 329 تمريرة صحيحة تسلل واحد على هولندا، 4 على الاكوادور الانذارات هو انذار واحد للاكوادور فيه خلال اللقاء واخيرا الطرد ما فيش ولا هنا ولا هنا طبعا دي كانت المباراتين اللي تلاعبوا فيه المجموعة الاولى نقول لحضراتكم الترتيب بعد مباراتين هولندا طبعا بعد التعادل النهاردة مع الاكوادور رفعت رصيدها لأربع نقاط طبعا فارق هدفين الاكوادور نفس الموضوع بالزبط رفع رصيده لأربع نقاط برضو بفارق هدفين طبعا السنغال 3 نقاط بعد فوزه النهاردة على المنتخب الخطري واخيرا منتخب قطري بلا رصيد وبسالب اربعة 3-1 من السنغال و2-0 من الاكوادور وطبعا مباراة هتكون بالنسبة له في غاية الصعوبة قدام المنتخب الهولندي لان زي ما بقول يمكن حتى المنتخب الهولندي ما ضمنش حاجة وده هو كمان اللي حيصعب الامور اكتر على المنتخب القطر لو كان منتخب هولندا النهاردة كسب كان حيبقى اكيد اريح بكتير ولكن الدنيا بتتحتم على المنتخب القطري انه هو يعمل جيم كبير جدا 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 واحنا ان شاء الله نتمنى ان احنا يبقى الوداع ووداع جيد ديت طبعا يمكن كانت بالنسبة للمجموعة الاولى وترتيبها اشتركوا في القناة